وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية هذا وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 258 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 27 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 5 أطنان سلع غذائية وأما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط قرابة 17 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 289 قضية من بينها 95 قضية خبز ناقص الوزن و115 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وأما في مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية فقد تم ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 40 طن أقماح محلية